وعلومنا غير كل العلوم فيها نور وحضارة لكل البرية بقدمها لكم خبرة وعزم وقدمها لكم كجمل هدية جهز بس كمبيوترك وقنجان قهوة ولومنا اليوم ولوم حاسوبية تحريف جهاز الكمبيوتر أو جهاز الحاسب يطرح علي أول سؤال إيش هو الكمبيوتر؟ لو جينا نحن فكرنا إيش هذا الجهاز اللي عمل ثورة في العالم وعمل تقدم وعمل تطور للعالم أكمبيوتر is a device إنه جهاز that accepts يقبل يقبل إيش؟ يقبل شيء اسمه input مدخلات اللي هي سواء كانت مدخلاتي data بيانات أو instructions يعني كيف؟ يعني لما أجي مثلا أدخله مثلا اللي هو الassignments أو مثلا الhomework اللي أنا أسويه أنا هنا دخلت data لما أجي أقوله اطبع اكتب احسب هذه كلها instructions دخلت للكمبيوتر ماذا؟ instructions أحسنت إذن الكمبيوتر يقبل الـ input طيب بعد ما قبل الـ input إيش الوضع؟ لازم يسوي له process إيش يعني process؟ يعني يعالج هذا الـ input يعمل عليه شغل عشان يطلع منه ماذا؟ علشان يطلع منه اللي هو الـ output إذن عندي أول شيء أنه أكسبت للـ input ثاني شيء أنه يسوي لي process ثالث شيء أنه يطلع لي output يطلع لي مخرج يعني مثلا واجبك المطبوع يعتبر output إيميلك مثلا اللي أنت عدلت وأرسلت وصححته بدون أخطاء أملائية هذا يعتبر output أوكي؟ مثلا لما تجد قل له 2 زائد 2 يطلع لكيها 4 الرقم 4 هذا output عما تحكي درار يا مختار أي شيء مخرج من عملية الـ processing من عملية المعالجة أسمي ماذا؟ output إذن الـ output اللي هو رقم 3 حلوين طيب سوينا input سوينا processing سوينا output مو لازم أخزن الشغل هذا اللي أنا سويته والتعب اللي أنا هلكت فيه هذا نعم أحسنت إذن لازم إني أقوم بعملية اللي هو الـ storage as required and stores data أو الـ information يعني أنا الكمبيوتر رح يخزن لي data أو information في كثير من الناس تطلع خبط ما بين data والinformation الأمر في غاية البساطة الـ data اللي هو المواد الخامة اللي الكمبيوتر ما سوى عليها أي تعديلات الـ information اللي هي الشغل بعد التعديل الشغل بعد التعديل اللي هو المخرج فجدًا بسيط هذا الـ paragraph إنه يتكلم لك إنه إيش هو تعريف الكمبيوتر حلوين؟ نكمل الكمبيوتر يحتوي على one or more يعني واحد أو أكثر جهاز إدخال نعم مثل إيش جهاز إدخال؟ الماوس جهاز إدخال الكيبورد جهاز إدخال المايك اللي أنت تتكلم فيه يعتبر جهاز إدخال هل الكمبيوتر عنده جهاز إدخال واحد؟ لا وفي أكثر من output devices أوكي؟ وفي أكثر من إيش؟ من storage devices لكن عندي one اللي هو processing unit وحدة معالجة مركزية واحدة بالنسبة للـ output devices أعطيني مثال عليها المونيتر output device اللي هو السماعات output device البرنتر output device تمام؟ طيب أعطيني مثال على الـ storage devices الـ hard disk storage device الـ flash memory إيش كمان؟ الـ cd الـ dvd هذي كلها أمثلة على أجهزة تخزين storage devices أخر شيء اللي هو الـ processing unit اللي هو وحدة المعالجة اللي هي نحنا نسميها الـ cpu ورح نشوف إن شاء الله تفاصيلها في اللي هو الـ next اللي هو slides يلا نكمل؟ يلا أطلو types of computer systems أنواع اللي هو أنظمة الكمبيوتر أي جهاز يشتغل بمخ الكمبيوتر نحن نسميه computer system يعني مثلا الكمبيوتر system ممكن الجوال يعتبر computer system اللابتوب يعتبر computer system ممكن الworkstation يعتبر computer system فأي جهاز عنده نظام حاسوبي يعني كيف نظام حاسوبي؟ يعني عنده input يعني عنده output يعني عنده processing يعني عنده storage أي شيء تشوفونه عنده هذي الأربع أشياء إذن هو computer system ما مظلوط يا مولاي مدام عنده هذي الأربع مواصفات منطبقة عليه موجودة إذن هو computer system أوكي؟ طيب فهنا بيقول لك أنه أنا عندي ثلاث أنواع طيب إيش هم هذولي الثلاث أنواع؟ أول شيء عندي اللي اسمه اللي هو super computer الكمبيوترات العملاقة الضخمة المين فريم كومبيوترز أسمها كومبيوترات المين فريم المايكرو كومبيوترز اللي هو الكومبيوترات الصغيرة مايكرو من اسمها مايكرو يعني كومبيوترات صغيرة يبدأ الآن يشرح لك عن كل نوع من هذه الأنواع ديك لمحات خفيفة عن كل نوع من هذه الأنواع خلينا نبدأ أول شيء super computers من اسمها super computers إذن هي كومبيوترات عملاقة ضخمة ممكن أنك يعني تاخذ مساحة غرفتين ثلاثة يعني كومبيوترات كبيرة جداً ما حد يقدر يشتريها إلا الدول لأنها expensive يعني super computers ما رح تلاقيها عندنا في البيت مثلاً على سبيل المثال ولا رح تلاقيها في الجامعة لأنها جداً ضخمة وعملاقة مكلفة في الصيانة غالية أيضاً تستخدم للأغراض المعقدة كيف يعني أغراض معقدة؟ مثال يقول لك هنا أن they are used for activities such as weather forecasting التنبؤ بالتقس يلا نخطط التنبؤ بالتقس الcomplex scientific اللي هو الأشياء العلمية المعقدة هو defense applications اللي هو defense applications اللي هي التطبيقات الدفاعية أو تطبيقات الدفاع البيوميديكال ريسيرج اللي هو أبحاث الطب الحيوي and large scale chemical analysis اللي هو التحاليل الكيميائية التي تكون على نطاق واسم in laboratories في المختبرات إذن هذه السالفة حكته كبيرة مو شغلت أنه مثلاً يسوي تاسك معينة وخلاص لا هو يشتغل على الأشياء الثقيلة طبعاً هنا أم يعطيك صورة اللي هو الكري تايتن وقال لك عليها أنه اللي هو الفاستست هو أسرع super computer اسمه كري تايتن والله أول مرة هدري حلوين في النكست سلايد يتكلم عن المينفريم اللي هو ننزل تحت لاحظ معي أقول لك ننزل تحتي يعني ننزل تحت في إيش ننزل تحت في الحجم ننزل تحت بالفلوس بالتكلفة ننزل تحت بالأداء ننزل تحت في كل شيء خلاص يعني أنا أبغاك لما تحفظ تحفظه بالترتيب إنه أنا والله أول شيء عندي super computer بعدين main frame وبعدين عندي اللي هو المني computer حلوين هو أقوى من المايكرو كمبيوتر لكن ما هو أقوى من السوبر كمبيوتر لاحظ قارنوا بمين قارنوا باللي تحته المايكرو كمبيوتر سيستم سو قال لك هنا إنه المينفريم هو عموما أقوى من اللي هو المني كمبيوتر أو المايكرو كمبيوتر سواء إن قلت مني كمبيوتر أو مايكرو كمبيوتر كلاهما نفس المفهوم أو نفس الكونسبت اللي هو كمبيوترات الصغيرة أوكي طبعا وحط لك هنا صورة المينفريم طبعا شايفينه هنا إنه كيف هو كبير أكيد طبعا يحتاج إلى صيانة خاصة يحتاج إلى مهندسين خاصين يشتغلون عليه ويتعاملون معه المينفريم هذا وين ألاقيه؟ ممكن ألاقيه كثير في البنوك أوكي في مثلا في الفرع البنك المركزي أو مثلا ألاقيه مثلا في الجامعات الضخمة يحفظ الداتا ممكن إنه يستخدمونه ملتي يوزرز عشان مثلا يتعاملون مع مثلا يستطيع إنه يعني يستطيع إنه يدعم أكثر من مستخدم وأكثر أكيد من تاسكس متزامنين متزامنين أو في نفس الوقت هذا معناته أفلح أفلح يا ولدي أفلح آخر نوع راح يكلمني عنه اللي هو المايكرو كومبيوترز من اسمه مايكرو إذن هو صغير إذن هو أكثر أنواع الكمبيوتر انتشاراً لما نأجي أسألك نعم هو الأكثر انتشاراً هو الأكثر شهرة ليش؟ أول شيء سعره في متناول اليد يعني الأغلب الناس تقدر تجيبه الشيء الثاني حجمه صغير الواحد أنه ياخده مثلاً بالسيارة يستطيع البشر يستطيع البشر أنه ياخده معاه مثلاً بالسيارة ياخده مثلاً معاه بالمطعم مثلاً يجلس فاتح لابتوبه مثلاً في البر فالموضوع خلى عملية انتشاره سهلة موضوع حجمه موضوع سعره موضوع كفاءته منتجين أفلام يشتغلون على لابتوباتهم ناس مهندسين يشتغلون على برامج هندسية وإنشائية على لابتوباتهم عادي فالكفاءة السعر والحجم هو صغير في الحجم ولكنه يستطيع أنه يتعامل مع العديد من المهمات الكبيرة مثل ما قلنا إنتاج أفلام إنتاج رسومات مشاريع مثلاً تجارية مشاريع بنائية أو سكنية يقوم ب مهمات كبيرة طيب أعطيني الحين مثال على المايكرو كومبيوترز المايكرو كومبيوترز مثل اللي هو البرسونال كومبيوتر اللي هو كومبيوتر الشخصي اللي هو نسميه الديسكتوب اللابتوب اللي هو النوتبوك أوكي عندك أيضاً اللي هو التابلت اللي هو الكومبيوترات اللوحية والبرسونال ديجيتال أسستنت اللي هو البي دي اي أو المساعدات الرقمية الشخصية والسمارتفونز أيضاً تعتبر مثال شوف معي الصور الجميلة هذه اللي هو حطها في السلايدات للدسكتوب للدسكتوب للنوتبوك للميديا سنتر وحط لي تابلت بي سي وحط لي هاندهيل ديفايز وحط لي نيتبوك في النكست سلايد يسوي لك لكمبيوتر تايبز شوف كم رأى عاد لك إياها هذا دليل أنه افهم أنه ترى هذه النقطة مهمة الكمبيوتر تايبز قسمها إلى ثلاثة أقسام وبعدين وبعدين اللي هو المايكرو كومبيوترز المايكرو كومبيوترز قسمها إلى عدة أقسام منها دسكتوب منها النوتبوك منها التابلت ومنها اللي هو الهاندهيلد ديفايزز أو اللي هو الكمبيوترات اللي تنمسك باليد مثل السمارتفونز مثل اللي هو البي دي ايز تمام؟ أوكي حلوين طعمين نكمل يلا what's a computer system؟ ايش هو الكمبيوتر سيستم؟ باختصار a complete computer system يعني ايش كلمة complete computer system؟ يعني computer system مكتمل يتكون من أربع أجزاء من ماذا؟ من hardware من software من user مستخدم ومن data يعني انا عطيتك hardware مو لازمك software علشان تشغل الhardware؟ yeah of course hardware يعني عتاد الاشياء اللي انت تشوها في الكمبيوتر اي شيء physical اسمي hardware فالhardware عشان يشتغل يبغاله software صح؟ الـ software علشان يشتغل ويصير فعال يبغاله مستخدم أو مستخدمين users users الـ user هي راح يستخدم ايش؟ عطيته software وعطيته hardware مو لازمه data علشان يشتغل بيها؟ صح يبغاله data فراحض البنت الجميلة هذي هي الـ people هي الـ user تمام؟ تشتغل على data علشان تطلع information ركز معاي تشتغل على ايش؟ تشتغل على data جالسة تكتب memo علشان تطلع information كيف تطلع الـ information؟ بوجود software اللي هي البرمجيات مثل الـ word مثل الـ Excel مثل الـ operating system نظام التشغيل يعتبر software تمام؟ وبوجود الـ hardware اللي هو الـ computer ككل اللي هو الـ system unit الـ keyboard الماوس هذي كلها hardware هم؟ صعبة؟ مهم جداً انه نحفظ اللي هو الـ computer system يتكون من ايش اوكي؟ وعلومنا وعلومنا غير كل العلوم فيها نور وحضارة لكل البرية بقدمها لكم خبرة وعزم وقدمها لكم كجمل هدية جهز بس كمبيوترك وطنجان قهوة حلومنا اليوم حلوم حاسوبية اشتركوا في القناة شكراً